طبيب عيون شاب من أمهر الأطباء في تخصصه تخطى الثلاثين من عمره ولم يتزوج لأنه كان يريد زوجة بصفات معينة أهمها تقوى الله ومراقبته ومنذ أن استعد ماديا للزواج لم يقابل من يحلم بها لمدة خمس سنوات وكان يوميا يقوم الليلة ويدعو الله أن يوفقه ويهب له هذه الزوجة التي يتمناها وفي إحدى الرحلات الدعوية في بلاد آسيا المسلمة ذهب مع فريق طبي متكامل وأقام هذا الطبيب الشاب مخيما لعلاج أمراض العيون فتقدم إليه شاب وكانت معه أخته وهي التي تريد العلاج كان الشاب يتقدم بأخته إلى الطبيب في تردد وارتباك ولكنه في النهاية دخل للطبيب ووصف له حالة أخته المريضة فلما أراد الطبيب أن يقترب منها فإذا بها تبكي وترتجف من الخوف فظل الطبيب أنها تتألم من المرض فسأل شقيقها عن سبب بكائها فقال له وهو يحاول أن يمنع دموعه من النزول إنها لا تبكي من الألم بل تبكي لأنها علمت أن البنج سيجعلها في غيبوبة ربما تطول وستضطر لعدم مراجعة القرآن لأول مرة في حياتها إنها لم تنم ليلة البارحة من القلق والارتباك لهذا السبب فلما اقترب الطبيب منها سألته هل أنت مسلم؟ فقال لها نعم فقالت له إذن أسألك وبالله عليك أن تصارحني هل تستطيع إجراء العملية دون أن أفقد وعي؟ ابتسم الطبيب وأخبرها أن هذا شيء مستحيل ولا قدرة للإنسان عليه ثم طمأنها بأن مدة نومها لن تزيد عن ست ساعات على الأكثر وتستطيع بعدها أن تراجع القرآن كما شاءت وحتى يبعد عنها خوفها وينسيها أمر عينيها سألها كم تحفظين من القرآن؟ فقالت له الحمد لله أحفظه كاملا وأختمه كل أسبوع والله الذي لا إله إلا هو لو لاثنتان لأحببت أن أصبر على ما أنا فيه وما قمت بإجراء هذه العملية قراءة القرآن وخدمة أبي وأمي فرح الطبيب فرحة لا حدود لها وقام بإجراء العملية بنجاح وتم إزالة الماء الأبيض من عينيها وعاد بصرها بفضل الله تعالى ثم قال لأخيها ما أعظم ارتباط المرأة المسلمة بربها وحبها وإخلاصها له في كل خطوات حياتها ابتسم الأخ سعيدا بكلام الطبيب الشاب الذي قال له أيضا الحمد لله لقد شفيت أختك بفضل الله وقدرته وأصبحت تبصر تماما وأريد مكافأة لي فنجان قهوة أشربه في بيتكم بعد انتهاء العمل رحب الأخ بالطبيب وعندما ذهب إلى البيت قال لأهل الفتاة كنت أبحث عن زوجة منذ خمسة أعوام ولم أجدها وقد وجدتها عندكم وأرجو أن توافقوا على زواجي منها وسوف ألبي كل طلباتكم أيا كانت فكل شيء يهون مقابل هذا الكنز الغالي ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون شاب فقير يعمل براتب بسيط تعرض لأزمة مالية كبيرة عندما تم وقفه عن العمل بسبب تغيبه نصف شهر لاعتنائه بأمه المريضة التي ليس لها إلا هو وقد ذهب إلى أكثر من جهة ليساعده في علاجها ولكن لم يحصل إلا على وعود كاذبة ومن بين من سألهم رجل أعمال شهير في مدينتهم توقع منه خيرا إلا أن رجل الأعمال خدره ولم يهتم بكلامه وظنه يتسول على حساب مرض أمه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخنوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير قرر الشاب بعد أن ضاقت به الدنيا أن ينتقم من رجل الأعمال وقد أنساه الشيطان في لحظة ضعف التزامه وحسن خلقه وصلاته وصيامه وقيامه ودخل في إحدى الليالي إلى بيت رجل الأعمال متسللا لسرقته وبعد دخوله فوجئ بكل أفراد العائلة التي كان ينوي سرقتها في حالة إغماء نتيجة اختناقهم بالغاز فتذكر خالقه الذي أمره بالمعروف ونهاه عن كل منكر مهما كانت الأسباب ثم تذكر أيضا أمه المريضة التي يرجو لها الشفاء وعلى الفور أسرع بفتح جميع النوافذ للتهوية ثم قام بإسعاف أفراد العائلة واستنجد ببعض الجيران ليخرج الجميع من المنزل وينقلهم للمستشفى بسرعة وقد اعترف الشاب بأنه دخل بيت رجل الأعمال لسرقته لعجزه عن جمع مبلغ كبير لإجراء عملية لأمه المريضة والتي هي في حالة خطيرة وأنه قد دخل هذا البيت منذ أسبوع يتوسل لصاحبه بالوقوف بجانبه ومساعدته في علاج أمه ولكن صاحب البيت الثري لم يستجب لتوسلاته وطرده بطريقة مغزية كما اعترف أن ما قام به خطأ كبير ولا يرضى عنه وقد ندم عليه أشد الندم خاصة أنه وأمه دائمان على الصلاة والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل ولم يدخل طعام حرام في بيتهما أبدا وبعد أن تم الشفاء لرجل الأعمال وأسرته اعتذر للشاب وشكره على تصرفه النبيل وقام بدفع مبلغ كبير لعلاج والدته كما قام بتعيينه في إحدى شركاته وقال للشاب لقد علمتني درسا كبيرا أشكرك عليه كثيرا لقد كنت معزولا عن الناس ولا أهتم إلا بنفسي وأسرتي وكنت أظن أن كل من يطلب مني طلبا هو كاذب ويريد استغلالي ولم أفكر لحظة بصدق كل سائل وهذا التجاهل جعلك تحقد علي وتفكر في الانتقام مني وأعتقد أن كثيرا غيرك فكر في هذا واليوم فقط تذكرت حديث رسولنا الكريم الذي إن عملنا به وقانا كل شر وذلك حين قال إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وأنني لو تصدقت كما أمرني الله ورسوله لأطفأت حقدك وحقد كل من له مسألة عندي ويرى أنني قادر على تحقيقها له مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في حفل لتخريج دفعة من الأطباء الجدد بحضور وزير الصحة الشاب المعروف عنه الطيبة والرفق بالفقراء قام نقيب الأطباء أثناء الحفل بإلقاء النصائح الواجبة لهؤلاء الخريجين الجدد ثم قال لهم بعد منتصف ليلة عاصفة طرقت بابي سيدة عجوز وقالت لي أرجوك يا دكتور طفلي مريض وفي حالة خطيرة جدا وأتوسر إليك أن تفعل أي شيء لإنقاذه فأسرعت غير مبال بالزوابع العاصفة والبرد الشديد والمطر الغزير عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وفي رحلة شاقة وصلت إلى مسكنها الذي كان بعيدا جدا وهناك وجدتها تعيش في غرفة صغيرة مع طفلها الذي كان يتألم بشدة في زاوية من هذه الغرفة وبعد أن أديت واجبي نحو الطفل المريض ناولتني الأم بعض النقود فرفضت أخذها وردتها لها بلطف وتعهدت الطفل لمدة شهر كامل حتى من الله عليه بالشفاء هذه هي مهنة الطب والطبيب إنها أقرب المهن إلى الرحمة ومن أقرب المهن إلى الله وما كاد نقيب الأطباء ينهي كلامه حتى قفز الوزير الشاب واتجه إلى المنصة قائلا اسمح لي سيد النقيب أن أقبل يدك فمنذ عشرين عاما وأنا أبحث عنك أنا ذلك الطفل الذي ذكرته في حديثك الآن سوف تسعد أمي وتهنأ فقد كانت وصيتها الوحيدة لي قبل موتها هي أن أعثر عليك لأكافئك بما أحسنت به علينا في فقرنا بكى النقيب ودعا بالرحمة للأم ودعا الحاضرون لها وللنقيب الذي كان منذ تخرجه يهب يومين كل أسبوع يعالج فيهم الفقراء بالمجان والذي تأثر به معظم تلاميذه من الأطباء وساروا على دربه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا